بعيدا عن جائحة كورونا وتبعاتها السيئة على كثير من مناح الحياة المحلية كان للعام 2021 لحظات كويتية مشرقة في الخارج تمثلت في إنجازات تحققت لمواطنين وجهات كويتية خارج حدود البلاد ومن أبرزها نيل أستاذة القانون بجامعة الكويت الدكتور بشاير المهجد بجائزة ولقب شخصية المسلم العالمي في بريطانيا وتتوجي رئيس مجلس إدارة شركة صخرة لبرامج الحاسوب محمد الشارخ بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام نظر ريادته في مجال التعريب وإنتاج برامج الحاسوب وحصلت الأستاذة المساعدة بقسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الدكتور زينم المعراج على عضوية المبادرة العالمية لممثلي الولدان في مجال التكنولوجي المعلومات والاتصالات كما فاز معهد دسمان لإبحاث وعلاج أمراض السكر بجائزة الأمم المتحدة لأفضل الإنجازات التي تحققت بشأن لقاية من الأمراض غير المعدية والتصدي لها ونال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل بجائزة أفضل مبادرة رقمية حكومية لتجربة العملاء على مستوى الشرق الأوساط على هامش معرض جيتكس دبي في حين انتخبت المنظمة الدولية للفيزياء الطبية رئيس قسم الطبيعة الإشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور إمشاري نعيمي لرئاسة فيدرالية الشرق الأوسط للفيزياء الطبية ليكون أول كويتي في التاريخ يشغل هذا المنصب ترجمة نانسي قنقر